حين تغيب الدولة تحضر الفوضى ذلك ما هو عليه الوضع في كل منطقة بسطت ميليشيا الحوث والمخلوع سيطرتها عليها اب لم تعد كما كانت تعرف باللواء الاخضر صارت نموذجا لسلطة الاستبداد الميليشاوي تحولت مسرحا مفتوحا للفوضى اصبحت مثالا لكيف تحكم الميليشيا صور شبه يومية للتعصفات تعزز رغبة المواطنين في استعادة الدولة استبداد بلغ حد فرض اتاوات شهرية على التجار ناهيك عن اعتقال المواطنين واقتحام المنازل ثم تفخيخها بعد نهبها لا يكاد يمر يوم دون ان تشهد اب جريمة قتل او اعتداء او سطو او اختطاف ففي ديسمبر المنصر على سبيل المثال شهدت المحافظة 154 انتهاكا وجريمة ومع التزايد الملحوظ للجريمة نتيجة الانفلات الامني وغياب الدولة تتضاعف مخاوف المواطنين في ثالث اكثر محافظات الجمهورية سكانا تركبا ليوم التحرر من سلطة الانقلابيين